جدير بالمؤمن في دعائه وسؤاله لربه أن يكون على أكمل حال فإنه في مناجات لملك الملوك رب الأرباب وقد قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وإن الزينة المأمورة بها في هذا الكتاب العظيم وفي هذا القرآن المجيد لا تقتصر على زينة الظاهر إن أعظم زينة يتزين بها العبد هو زينة قلبه زينة فؤاده زينة باطنه فإن زينة الباطن أصل كل جمال وأصل كل بهاء وأصل كل زينة لذلك يقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة يمتن الله تعالى به على الناس يمتن الله تعالى على الناس بإنزال اللباس الذي يواري السوآت وهذا ما يستر به الإنسان العورات